يعني لا تنظر إلى ما عند الناس لا تهتم لا تهتم بالبيت الحسن لا تهتم بالسيارة الحسنة لا تهتم بجمال الشكل لا تهتم بإنسان له وظيفة يعني هذا الذي يسمونه الغبطة هو أيضا نوع من الحسد ولكنه من الحسد المباح والأكمل في الإنسان أنه لا ينظر إلى ما عند الناس لا حسدا ولا غبطة لا تنظر إلى ما عند الناس لا تهتم هذا ما هي سيارته لا تهتم طيب مرت بسيارة جميلة جدا لا تلتفت إليها صد عنها كنك ما شفتها رأيت بيتها حسن إلا إذا كان هناك أسباب مثلا رأيت بيتها حسن تريد أن تبني مثله مثلا هذا موضوع آخر لكن رأيته أعجبك لا تهتم هذه الدنيا زائلة والله لا قيمة لها إن كانت الدنيا تعدل عند الله جناحة بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء على كلام في الحديث في صحته و ثبوته لكن الحديث إن شاء الله أن حسن عرفت لكن القاص أنك لا تهتم بما عند الناس لا تهتم بجمالهم لا تهتم بسياراتهم لا تهتم بمزارعهم لا تهتم ببيوتهم لا تهتم بزوجاتهم لا تهتم بأولادهم لا تنظر إلى ما عند الناس هذا يريحك جدا الله هذا أول شيء لا تهتم ماذا عندك وماذا عنده هذه أنا أتصور هي أهم نقطة في هذا الباب وهي لا تنظر إلى ما عند الناس بحيث إنه يعجبك